اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الدكتور ثامر شوبكي مدير عام دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد صباح النصر قد سطع وبالخيرات قد همع صباح باسم ألق وبالنيران قد دفع فساء صباح صهيون فقد بتنا نياما من عقودي ظننا أن إسرائيل طود وما هي غير جمع من عبيدي أساطير الغزاة لقد تلاشت لقد تلاشت بضيف قائد فذ عميدي يقود الحرب نحو النصر حتما بكرسي بدولاب حديدي فهذا شبل ياسين تراء على الأعدى كقصف للرعود وإلى كل مقاوم ومقاتل في غزة العزة أقول زلزل أركان الأنجاسي بسلاح العزة والباسي طوفان الأقصى إذ يطغى سيزيح ركام الأرجاسي فالأقصى يرفل في سعد يغشاه بديع الإحساسي والقدس التمايس في طرب فيهود بين الأدراسي بالسيف 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 سيرجع مقدسنا وعلى صهوات الأفراسي فالسيف سيخرس تطبيعا ويكم شرار الأنفاس ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذا الطوفان إن شاء الله بالنصر المبين بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب أسعد الله أوقاتكم القاصة الأردنية رواند الكفارنة اليوم أنا معكم لأتحدث عن كتابي للأشياء أسماء أخرى سئلت لماذا للأشياء أسماء أخرى؟ قلت لأن النساء بالعادة يسمي الأشياء بغير أسمائها لأن الأسماء الحقيقية قد تبدو واقعية أكثر مما يجب فنحن نسمي شعر البنات غزل البنات بشعر البنات وغزل البنات وهو مجرد غيمة سكرية نسمي خوفنا مجرد حياء فالمرأة مطالبة أن تقول أشياءها بطريقة مواربة أردت أن أستخدم كيد النساء في التعبير عما أريد مجموعة قصصية هي الأولى وهي الأغلى على قلبي وقد تكون الإبن البكر وهي المغامرة الأولى للقفص عن جرف التعبير عما أريد وقول ما أريد في هذه المجموعة تحدث إلى النساء المهمشات تحدث إلى النساء القويات كنت قوية عندما أردت واستخدمت كل حيالي لأكون ضعيفة عندما أردت تحقيق ما أريد هذه مجموعة تقول بأن المرأة قادرة على أن تصنع فرقا إذا أرادت وهي ضعيفة ليست بطبيعتها بل بإرادتها هذه مجموعة تقول لكم بأن أجزاء القلب التي تكسرت في كل هؤلاء النساء تجمعا وأصبحنا واحدة هي كاتبتها أردت أن أشارككم بعض من أحزان وأفراح وقوة وضعف وانتصار بعض النساء اللواتي تركت جزءا مني صغيرا في كل منهم أتمنى لكم أن تجدوا فيها ما بعضا من كنوزي وأسراري التي وضعتها في زوايا هذا الكتاب شكرا لكم وأتمنى لكم قراءة ممتعة الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع الخطاطون وأقدم لنا نماذج جميلة جدا كانت له مساحة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ننتقل إلى أنواع الأقلام المعدنية وهي عبارة عن عدة أقلام تستعمل بالخطوط الصغيرة النسخ الثلث وهي مقاسات من أقل من 1 ميلي إلى 3 ميلي ومن أنواع الأقلام المعدنية الشيفر نوع من أنواع الأقلام المعدنية الشيفر وجميل في الكتابة نوع ثاني زمرويد وحريري بالكتابة ويكتب فيه خط النسخ الصغير وفيه أنواع أخرى للخطاطين مبتدئين يكون نوعية صيني ويصلح للكتابة وأهم إشي أنه أهم إشي أن الواحد يكتب مش يعني القلم هو أداة جيدة للكتابة لكن أهم مش الواحد يتعلم الخط ويكتب وعندنا نوعية أخرى هي بررل فيها حبر حبر معبأ حبر خرطوش حبر في خلف القلم ويكتب مباشرة نوع ياباني برل الاسمه وعندنا نوع من أنواع البايلوت برضو قلم سن ريشو يحتاج إلى حف وتنعيم ويصلح للكتابة بايلوت وعندنا نوع من أنواع الأقلام المعدنية اللي هو السلايات السلاة يكتب فيه النسخ الدقيق النسخ أقل من ميلي ميلي وأقل من ميلي وتستعمل للترتيش يكون بسن رفيع جداً وعندنا أقلام صنعة حديثة من أقلام المعدنية من مواسير الألمنيو وتصلح للكتابة وبرضو معدنية تعتبر من أنواع المعدنية وعندنا نوع اسمه ستاندرد برضو من أنواع الأقلام المعدنية الآن رح نختار نموذج من الأقلام المعدنية ونكتب فيه ترجمة نانسي قنقر هذا نموذج من الأقلام المعدنية أهلاً بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الدكتور ثامر شوبكي مدير عام دائرة المكتبات العامة في أمانة أمان الكبرى فاسمح لي أن أرحبه بضيفي أهلاً وسهلاً بك يا دكتور أهلاً وسهلاً ضيفاً على فضاءات وعلى الرافدين أهلاً وسهلاً فيك وخانات الرافدين وجميع مشاهدين أهلاً وسهلاً حياك الله يا مرحب دكتور أهلاً وسهلاً بدي أن نصلت الضوء على طبيعة عمل دائرة المكتبات العامة يعني ما الذي تقدمه دائرة المكتبات إلى القارئ ويعني آلية العمل آلية التواصل مع القارئ كيف نشاط دائرة المكتبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً دائرة المكتبات هي تتبع قطاع التنمية وهي أحد أذرع أمانة عمان الثقافية دائرة المكتبات لديها 34 فرع بالإضافة للمكتب المركزية في وسط البلد دائرة المكتبات طبعاً تألها شركاء كثر في العاصمة عمان وفي المملكة بشكل عام لدينا شركات عديدة مع وزارة الثقافة وزارة التربية وزارة الشباب وجميع الوزارات أمانة عمان طبعاً خصصت في دائرة المكتبات تعامل مع الناشرين وأمانة عمان عن طريق دائرة المكتبات هي عضو في اتحاد الناشرين الأردنيين ولدينا تعامل مع الكتاب من باب دعم الانتاج الفكري عن طريق أمانة عمان بموضوع الطباعة والنشر للكتاب الأردنيين فهذا طبعاً أمانة عمان تقدمه بالمجان للكتاب الأردنيين تقوم بنشر نتاجهم الفكري وعلى نفقة أمانة عمان مقابل تسويق طيب دكتور أنت قلت أنه لديكم أكثر من 30 فرع 34 فرع 34 فرع كلها في العاصمة في عمان أو في الخفضات؟ نعم لا في عاصمة عمان محافظات ليس لديكم؟ هلأ نشاطاتنا خارج حدود أمانة عمان لكن كمواقع ومرافق لا فقط في أمانة عمان في العاصمة عمان موجودين هذه المكتبات بحكم أن أمانة عمان هي مسؤولة عن العاصمة طيب قلت لديكم شركات مع مؤسسات أخرى منها وزارة الثقافة كيف طبيعة هذه الشركات؟ هلأ سيد نحن شركاء في أكثر من فعالية وأكثر من تظاهر الثقافية تقوم على سبيل المثال معرض عمان الدولي نعم ونشاطات عديدة وفعليات وطنية عديدة في صميم عمل دائرة المكتبات هي طبعا دائرة المكتبات تعرض نتاجها الفكري وكتبها في فروعنا في منتشر في الأحياء لا يكاد يخلو حي في العاصمة وفيه مكتبة طبعا شراكتنا مع وزارة الثقافة عن طريق المدارس المنتعلن طريق المكرار المراكز الثقافية المنتشرة في العاصمة عمان ونفس الوزارة وشراكتنا مع وزارات تربية وتعليم عن طريق مدارسها بتفاعل مستمر من ناحية الحضور ونشاطات والفعليات والزيارات المدارس إلى هذه المكتبات الفروع هذه التي قلت 34 فرعا في عمان في العاصمة الفروع تدار من قبل الموظفين تابعين دارة المكتبات أم أنه ناس عاديين ويحصل تنسيق معهم لا هذه المرافق هي كاملة تعود لأمان تعمان بمرافقها وموظفينها ومقتنائتها فالخطة كلها تدار من أمان تعمان ومن دارة المكتبات لهاي الفروع طبعا جاءت فكرة الأحياء على سبيل تشجيع للقراءة نعم اليوم نحن نشوف شوية في عزوف عن القراءة والزيرات المكتبية قليلة لذلك المكتبات تذهب إلى الأحياء اليوم وتعرض نتاجها وتعرض خدماتها داخل هذه الأحياء والحمد لله رب العالمين أمان تعمان وفرت عدد كافي في هذه الأحياء من المكتبات وبتفاعل الجهات الموجودة بهذه المناطق يكون في تشاركية جميلة بين أمان تعمان وهذه الجهات الفروع فقط مكتبة أم هناك أقسام أخرى ضمن الفرع هل هي مكتبة ولكن تقام فيها نشطات أخرى يعني بمثابة مركز ثقافي صغير داخل هذه الأحياء ولكن هي كتبها ومتاحة للجميع والإعارة للجميع وكل أمورها يعني توفر فيها قاعة القراءة مثلا طبعا قاعة القراءة موجودة وقاعة لنشطات الأطفال وفي منهم بيكون في نشطة يعني ما كان مخصصة لنشطات الأطفال مثل مسرح الدمى وقاعة لنشطات الأطفال كل الفروع فيها ما يخص الأطفال طبعا هي في تفاوت في حجم الفروع الموجودة في المواقع في مواقع تحتاج إلى فرع أكبر وفي مواقع تحتاج إلى خدمات أكبر لكن على الحد الأدنى موجود قاعة الأطفال وموجود قاعة المطالعة والوقاعات للكتب جميل حضرت قلت أنه دارة المكتبات أو هكذا فهمت من خلال الشرح الأول أنه دارة المكتبات عضو في اتحاد الناشرين الأردنيين وعضو في اتحاد الناشرين العرب يعني أفهم من ذلك أن دارة المكتبات جهة ناشرة؟ نعم دارة المكتبات جهة ناشرة وعضو في اتحاد الناشرين الأردنيين ولديها أكثر من 500 منشور في هذا القصص طبعا هذه الكتب نشرت على عسرات السنين ومنها ما يتعلق بالمدينة والعاصمة عمان وتاريخ العردن والهاشميين وتاريخ المكان والزمان في هذه الفترة إلى تقريبا إلى آخر إصداراتنا الحديثة التي عرضت في معرض عمان الدولة لكتاب عردنيين جميل هذه المنشورات وهذه الكتب التي أشرفت على طبعتها دارة المكتبات يعني هي لمسؤولين موظفين في الأمانة أم؟ لا بشارك عامة كتاب عردنيين بغض النظر كتاب عردنيين وين مكان يعني كيف آلية التعامل مع الكاتب؟ هل يتقدم هذا الكاتب بعرض عن مخطوطه إلى دارة المكتبات وتم عرضه على لجنة مختصة فتقدير هذا الموضوع وتكيفه من حيث الموضوع وعدد الصفحات والجدوى من هذه العلوم المقدمة فتأتي توصيات اللجنة بطباعة هذا المنشور ويتم طباعة هذا المنشور على نفقة أمان تعمان وتزويد الكاتب بنسخ حسب العطاء الموجود إحنا مؤخرا كنا نقدم لهم 100 نسخة والباقي يعرض في مكتباتنا ويعرض في معارضنا فهذا بالنسبة لصميم عمل النشر المواد التي تقبل من قبل دارة المكتبات ككتاب يقدم كمشروع كتاب يعني هل هناك مواد محددة؟ لا علوم مفتوحة مكتباتنا عامة وعندما نتوجه للعامة نتوجه بشكل موسع يعني كنت تقول رواية أو مجموعة صلصية نعم كل شيء عدد رواية قصة علوم كتاب تاريخي فكري سياسة بالضبط تاريخ اسلامي ثقافة عامة ثقافة اسلامية علوم عامة كله ممتاح للجميع يعني عدد فكر كل شيء فلسفة سياسة ممتاح للجميع بالنسبة للنفقات إذا كاتب عادي قدم لكم الكتاب كيف من ناحية المادية كيف التعامل في هذا الأمر ألا ما في إحنا ألمانة تقدم هذا بالمجان دعم الكاتب يعني هي تتحمل كل نفقاته نعم كل نفقاته وكما تقوم بهداء ونسخ إليه شخصي ونسخ الثانية اللي إحنا بقيتها كم نسخة تعطى للكاتب؟ حاليا مئة نسخ نعم يعني يطبع الكتاب الجانا على نفقة دارة المكتبات ومئة نسخة مجانا هي الكاتب نعم من قبل كان يطبع ألف نسخة نعم يهدأ ثلاث مئة نسخة ويبقى ثلاث مئة نسخة فاليام حبينا نوسع رقعة الاستفادة من هذا الشيء فقلنا عدد النسخ وغزتنا عدد الكتابة جميل يعني دائما صفحة الغلاف هي عتبة الكتاب دائما التي العتبة الأولى التي تستقطب القارئ أو تلفت نظر القارئ أو المتابع المؤلف هل يتدخل بلوحة الغلاف؟ أم هذا الأمر متعلق لكم؟ نعم نحن من حيث العلوان ومن حيث العساء المقسم إلى حقول محينة نعم لكنه يتدخل في التصميم الداخلي في أشياء بسيطة يضيفها إلى هذا بالتنسيق مع المطبع نعم اللي احنا بنشتغل معها يكون فيها بالأخير تنسيق بينه وبين الكاتب ينتقي بعض الأشياء ضمن الرينج أو الحقل المحدد فقط تصميم الداخلي نعم أما الخارجي؟ لا الخارجي بتدخل بشيء بسيط نعم احنا حكيت لك بجوز اللون طريقة عرض الكتابة وحجمه والآخر هذا مثبت عنا بالعطاء لكن هو يتدخل في تصميم الصورة لا أريد صورة ثانية تصميم الخط يعني يكون هناك تدخلات بسيطة غيفة على هذا الكتاب بالتنسيق مع المطبع اللي صاحبت الاختصاص التدقيق اللغوي هل يعني مسؤوليتك ومسؤولية الكاتب الكتاب لا يطلع من أنه للمطبع إلا مدقق لغوي نعم نعم هل هل المكتبات أم الكاتب؟ هو واجب أنه يدققه لكننا نعيد النظر في تدقيقه مرة أخرى ويكون في تعديلات كمان ويقوم من الشباب بتعديلات هذه الأمور وبتعاثر المطبع الجاهزة للطباعة نعم جميل أطلقت دارة المكتبات الآمة بادرت أقرأ لأرتقي ما آلية تطبيق هذه المبادرة؟ هذه السيدة مسابقة لفئات عمرية من 8 إلى 14 سنة نعم هذه المسابقة يعني الأطفال مخصصة نعم نعم هذا نحن نحكي بموضوع العودة للكتاب والقراءة الورقية وسلبيات الثقافة الإلكترونية والأجهزة الذكية فجاءت الفكرة اللي إنشاء مسابقة للعودة للكتاب ومضمون هذه المسابقة أنه توزع مفكرة على هؤلاء الطلاب فيها خمس مواضيع بانتقي من المكتبة نعم خمس مواضيع يفرغ محتواها في هذه المفكرة ورأيه تقوم اللجنة بتكييف هذا الشيء من ناحية الخط ومن ناحية القراءة والفكرة وإصال الفكرة يعني هذه المواضيع عبارة عن كتب كتب موجودة في مكتباتنا تسلم لل هو موجودة في مكتباتنا ويقرأها طبعا نحن نحن نتشارك مع وزارة التربية والتعليم نعم والمجتمعات والجمعيات والمراكس الثقافية نقوم بإنصال هذه المفكرة نعم وشروط المسابقة طبعا هم يفرغوها ووزعوها لطلابهم ويجمعونا إياه ويوصلونا إياه قراءها أنت فقط تشيروا إلى العنوان هو يروح يبحث أيه هو يبحث بموضوع معين مثلا في الأحياء أو في العلوم أو في البيئة أو في الصحة أو في مثلا قصص الأنبياء أو في الثقافة الإسلامية موضوع يحدد وهو يبحث بالمكتب موضوع يناسب هذا الحق الواب أكتب فيه ويفرغ محتوى على هذه القصة بسلمها نحن الآن تقريبا كل سلم فالآن في مرحلة التدقيق من قبل لجنة وإن شاء الله لحفل الختام بـ 16 حجم المشاركات فاق الـ 5000 مشاركة من أطول الله بن آل الحمد لله رب العالمين وحكيت لك هي الهدف فيها زيارة المكتبة وقضاعة هذا الكتاب مش عن طريق الوسائل الأخرى هذه في المقر الرئيسي أم في الفروع أيضا جميع فروعنا تستقبل فروعنا كان نستقبل حتى المدرسات يعني ما شاء الله المدارس اللي تعاونت معنا هي تستقبل وتبعث لنا للمركزية وللفروع يعني أنتو هناك تعاون مع المدارس طبعا ونبهت على مدارس التعاون كون وهاي تحمل فكرة جيدة نعم يعني الطالب أو القارئ الذي يفوز في هذه المبادرة هل هناك مكافرات طبعا فيه جوائز وفيه جوائز لثلاثة أوائل نعم وجوائز لثلاثة وصيف وخمسين جائزة كتشجيع للمسابقين نعم من قبل أمان تعمان هي كتب وقصص وأشياء من مكتبة أمان تعم نعم هذه فقط أنتو خصصتوها للأطفال فقط من عمر ثمانية إلى أربع أربع يعني ما ممكن أن توسع هذه الفكرة والله إحنا نحبذ أنها تكون نوسع لكن الحمد لله إذا جربناها بهاي المسابقة ونجهة إن شاء الله رح يكون في لها ترتيب آخر وعلى مستوى أكبر بإذن الله منذ متى أطلقت هذا هاي الرابع هاي الرابع نبكرونا شوية تعطلنا لكن الحمد لله رب العالمي هاي الرابع إن شاء الله نعم سنويا تزداد أعداد آه يعني إحنا بلشنا بجزء ستمية وألف وبعدين لا الحمد لله يعني اليوم إحنا فقنا الخمس تلاف نعم مشاركة من الطلاب إن شاء الله نطلع على العشر تلاف بإذن الله سنة المواضيع التي يعني تخصص للباحثين أو القراء في هذا المجال فقط ما يخص الجانب العلمي لا حكيت لك أنا في ثقافة نعم إسلامية في علوم نعم ينتقي علوم معينة في تاريخ نعم صحة مواضيع الصحة ومواضيع البيئة نعم فهذه الخمس مواضيع المؤخرة اللي هي محددة في هاي المفكرة وركزنا عن موضوع البيئة والصحة والتاريخ وهاي الأشياء نعم الجانب الأدبي ما لا يشمل بهذا الأمر آه في ما نخصص فيه كمان في هذا الشيء حقل من أنا جزلات كل المواضيع اللي مفصلة نعم داخل المفكرة لكن من هاي المواضيع حكيت لك أنا هو ينتقي خمس مواضيع يكتف فيها ففيها أدب وفيها رواية وفيها يعني من ضمن الأدب رواية وفيه أشياء كمان من ضمن هذه المواضيع في داخل هذه المفكرة نعم يعني هل في مساحة لأن هو يعطي رأيان معين أو يقدم فكرة معينة أم فقط يلخص ما يقرأه نعم هو يلخص ووجهة نظره نعم وما خرج به من هذه الفكرة فكرته نعم وحتى حطين كمان توصيات لولي الأمر في حال أنه شاف شيء معين نعم أو بيوصي أنه لازم يكون هذا المواضيع فكرة كمان ملاحظات ولي الأمر يعني ولي الأمر مطلوب أنه نشارك معه بالقراءة لا ولي الأمر على نفس مفكر طفله نعم ملاحظات ولي الأمر يكتبها على مفكرة هذا الطفل أنه شو رأيه بهذه رأيه بالمبادرة أم رأيه بجهد الطفل بملاحظات يتعند ملاحظات يحكيها نخذها نحن بالعثمان للمرات القادمة نعم بالضبط طيب يعني هذه الأفكار التي يقدمها يقدمها القارئ أو الملاحظات التي يقدمها ولي الأمر يعني بماذا تنفعكم هذه ملاحظات يعني بدأ فكرة معينة ممكن تثري هذه المسابقة ممكن توصيات بموضوع معين أو توصيات بطريقة معينة في الإجراء المسابقة نعم ففي ملاحظات قيمة استفدنا منها ولو بالمسابقات اللي راحت يعني يوخذ بها للمسابقات القادمة طبعا نعم أحيانا بالآلية أحيانا بالآلية مثلا المواضيع عنده مثلا ما لقينه بالمكان فلاني مثلا موضوع زي هك فمنقوم بتزويد نعم يعني بالمرات اللي فالحمد لله كانت ملاحظات والله يقيم طبعا مش الكل ببدي ملاحظات وكولي الأمر لكن الملاحظات الموجودة والله هي جيدة نعم تحديد هذه المرحلة العمرية من ثمان سنوات إلى أربعة عشر كيف جاءت يعني كيف حددت هذه نعم لماذا لا تكون مثلا أقل من ثمانية نعم نعم نحن ندخل بمرحلة صغار السن وهذه الجزء يذهبهم للمكتبة وهو على آخر جزء اتصالهم شوية حركتهم ليس زي العمر وأكثر من هيك بيكونوا مرحلة الدراسة التوجيه والأشياء اللي نحن شوية بنحاول ما نكون يعني أثرنا على وضعهم الدراسة حتى انتقاء التاريخ بيكون يعني بناء بينما تنسيق مع تربية تعليم إنكم هاي الفترة ما يكون فيها تعانات نهائية يعني هادثا في الأطلة الصيفية آه بشهر عشرة يعني شهر عشرة أول بداية الأول أول بداية الدراسة نعم نعم جميل سركم بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة دكتور ثامر شوبكي مدير عام دائرة المكتبات العامة في أمانة أمان الكبرى أعود إليك دكتور ثامر كنا نتحدث عن مبادرة دائرة المكتبات العامة التي حملت عنوان أقرأ لأرتقي وجميل هذا هذا الشرح الوافي الذي حضرتك تفضلت فيه هناك فعاليات أخرى لدائرة المكتبات وهي توزيع الكتب تؤكد الحصائيات أنكم وزعتم 32 ألف كتاب خلال هذا هذا العام ما طبيعة الكتب التي توزعها دائرة المكتبات وهل هي فقط الكتب التي تطبعونها أم هناك كتب أخرى لمؤلفين آخرين سؤال جميل نحن بمكتباتنا نقطب الكتب التي ننشرها بالإضافة للكتب التي نشتريها وهي تزويد بالسمرار لمكتباتنا الفرعية أو لمكتبة المركزية فنحن الحمد لله العالمين يكون توزيع من كامل ما تقتنيه دائرة المكتبات العامة من حيث كتب قمنا بنشرها وكتب مقتنياتنا بالتزويد سابقا زودت لهذه المكتبات طبعا كانت الحمد لله رب العالمين توزيع طال جميع الفئة العمرية نعم نحن بنكل جولة بنخصص للصغار للأطفال بنخصص الكبار كتب معينة حسب ما تقتنيه دائرة المكتبات العامة من من كتب طبعا هاي تم توزيحها في أكثر من محافظة وفي محافظة العاصمة عمان حتى في يوم المدينة كمان تم توزيح علىها في الكتب في يوم مدينة عمان وبينضمن نشاطات لأمانة عمان الكبرى كان من ضمنها معرض كتاب قدم بالمجان للزوار هذا المعرض فكانت طبعا إحنا لما نطلع ونتوجه بهذه المعارض بيكون فينا شركاء لما نتحرك للمحافظات بيكون تنسيق إما مع جامعات أو مراكز تقافية حتى في بعض المحافظات سكان التنسيق مع جهاز سياحية نعم وزورنا زي قلعة عجلون وعملنا معرض في قلعة عجلون والحمد لله لقى نجاح وقبال جيد فهذا بيكون بالتنسيق مع الجهات المشتركة معنا لكن جوه عمان بنكون إحنا ضمن مواقعنا ضمن مرافقنا ومكتبات جميل أنت قدس أنه الكتب التي توزع أيضا يعني طبع الدور نشر أخرى وإلى مؤلفين آخرين كيف تم التنسيق مع يعني تنسيق مع دور نشر أم مع المؤلف مباشرة الأسيد إحنا بيكون عنا في قسم مختص في عمليات الشراء نعم ويعترض علي جان الكتب وحسة الحسة الأوفرة بتكون للشراء من معرض عمان دولي فإحنا معرض عمان دولي بنحاول بنشوف فرصة مناسبة لإقتناء نتاج فكري دولي داخل هذا المعرض وبأسعار منافسة جيدة بالإضافة إلى المعروض لدى دائرة المكتبات من دور النشر الأردنية بتم بعرض قوائم كتب وتنتقي هاللجنة الكتب التي تنقصها والكتب التي لها قيمة نوعية وجيدة جميل قلت لحضرتك أنه صارت من ضمن بادرة توزيع الكتب أيضا يعني شملت المحافظات نعم قلت التنسيق مع جامعات ومراكز مع الجامعات ومراكز مراكز ثقافية مراكز ثقافية داخل هذه المحافظات مع قلت أيضا سياحية 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 نسقتم مع دائرة السياحة آه طبعا وزارة السياحة طبعا تم انتقاء قلعت عجلهم طبيعة الكتب التي هل تختلف عن جهة عن أخرى مثلا ما تقدم من خلال دائرة السياحة غير ما تقدم من خلال الجامعة نحن لما نحكي على جامعة نحن لأننا نحصل على الأطفال نعم لأن الكتب التوزيع بالجامعة لا يوجد كتب أطفال لكن لما نحكي نحن لن نقلع عجلهم نحن لن نكتب عامة لأنه وزورها الطفل وزورها الكبير وزورها طبيعة المكان تحدد الحقيبة التي تنتقيها معك في هذه الجولة والتنسيق مع الجهة المعنية كما هذا له دور بقولك أنا زواري من الفئة العمرية كذا بنحاول نزيد كتب الفئات العمرية اللي عليها طلب فهذا بيكون بالتنسيق مع الجهة بالنظر إلى موقع المستضيف طبيعة هذا الموقع جميل هناك بادرة أخرى أو مادرة أخرى لدارة المكتبات وهي التي حملت عنوان لكل زائر كتاب يعني أيضا بدي أن نقف على طبيعة هذه المبادرة وهل لا يسمح للزائر إلا بالحصول على كتاب واحد يعني عنوان لكل زائر كتاب هذا العنوان فضفا نعم احنا تحمل اسم المبادرة تحمل اسم لكل زائر كتاب وهي في كل معارضنا ترى هذا الشعار موجود معنا في كل معارضنا لكن احنا ننظر إلى الشخص ففي شخص عنده قابلية وحاب واشياء فهيكون بتعاونوا معه بهذا الموضوع فلكن هي فضفا مش بقدر في ناس بتقيد فيها وبطلع باخد كتاب وبطلع لكن في ناس بكون عنده رغبة بكذا فبنحاول نتساهل معهم نعم فبنزيد لنسخهم يعني ما بتقيد يعني بناء على طلبه وليس تقييم من قبلكم هذا الزهر انه يستحق كتاب واحد ام اكثر من كتاب الأحيان بيكون معارضنا محدد نعم يعني كتب مثلا زي من شوراتنا ألف كتاب أو 500 كتاب تعرض في مكان معين هل حجم الطلب كبير لذلك نحاول نتقيد بموضوع الكتاب لأن حجم الموجودات قليل نسبة إلى حجم الطلب الموجود فحاول نتقيد حيام يكون لا فالفضل الأمور لأنه في كتب زيادة وفي زيارات جيدة لكن بزيد كتب معنا فحاول نكون متعاونين مع الحضور اللي موجودين ولكن هي شعار يطلق عنها في كل المعارض نعم وضع الطباعة والنشر والتعامل مع المؤلف مع الدور نشر هل هناك دور نشر محددة تعملوا معها مثلا تقدم تسهيلات معينة أم لا على التأيين لا إحنا أمانة أمانية جهة رسمية والتعامل يكون بطرح عطاء أو عروض تقدم المطابع كثيرة ويناسب ما يناسب أمانة أمان بالنسبة لللجنة تنتقي هذه المطبع وتتم تعامل معها إلى حين انتهاء من هذا العطاء فبدرج عطاء آخر ويقوم بتقديم له جهات نشر يعني عمر بنظام المناقصات أو آه طبعا عروض دائرة عطاءات هي الكاملة مقتصة بهذا الشيء وتعلم بالصحف وعن هذا العطاء وتتم تقديم الجهات إلى هذه المواقع وبدارة العطاءات وتتم عرضها وزارها بشكل نهائي نعم بالنسبة لل المؤلفين الذين التعاملون معهم يعني حضرت أقول أنه ممكن نأخذ يعني مؤلف نتبنى طبعته ونفقاته إلى آخرين يعني يقدم لكم كمخطوطة مخطوط نعم مخطوط ورقي وستدعى مقدم من نفس الشخص نعم كيف الإجراءات تكون يقدم هذا المخطوط عنه نعم كل القسم المعني ومراجعته من ضمن أكثر من مخطوط يقدم ويراجع يقدم توصياتهم على كل مخطوط نعم بهذا الشيء وأنا في هذه اللجنة أيضا يتم تحديد أنه هذا أولوية هذا كذا 2-3-4-5 وحسب العطاء الموجود طبعا هو بتقدم شيئا كثيرة لكن نحن لا نستطيع نطبع للكل لكن بننتق المواضيع اللي نحن نشوف مثلا المواضيع للأطفال ننتق حوالي 20-30% من منشوراتنا للأطفال وحسب العلوم الموجودة بنحاول نغطي كافة الفئات العمرية وكافة العلوم ممكن أن يتعرض المخطوط إلى الرفض مثلا وعدم القبول لا طبعا لأنه يقدم كثير مش قليل هو دون الانتقاص من القيمة الفكرية الموجودة لكن حسب العدد كبير يقدم ويقدم أحيان مخطوطين من نفس الشخص فنحاول ننتق أشياء معينة حسب الممكن يقبل من شخص يقدم مخطوطين لا نحاول قدر الإمكان يكون للشخص مخطوط نعم ونفتح المجال لكتاب أخرين ما الأولوية لأي نوع من الكتابة الأولوية الحاجة بالدرجة الأساسية نعم جوز نحن باليوم بحاجة لموضوع معين وفي حاكي حول موضوع معين هذا إلى دور حاجة المكتبة لهذا الشيء إلى دور حاجة الطفل لديها دورة كبيرة كونه لديها كتبات كبيرة إذا أختصر للطفال وبالباقي بيكون توزيع يعني أفهم من ذلك أنه المساحة الأوسع في اهتماماتكم في موضوع نشر الكتب في موضوع الطباعة قبول المخطوطات للطباعة أنه دائما الأطفال لهم الأولوية المساحة الأوسع لا لهم نسبة جيدة يعني إلى حد ما جيدة نسبة إلى باقي لكن نحاول قدر الإمكان بيكون حسن الأطفال جيدة نعم تطلقون أحيانا موادرات لنشر الكتاب والمعرفة بالتعاون مع الجامعات بدي أن نطلع من خلال حضرتك كيف ترون تفاعل الطلاب مع هكذا فعليات في ظل انشغالهم انشغال الطلاب انشغال فئة الشباب في موضوع التعاون مع الأجزة الأكترونية موضوع الأنترنيات موضوع يعني مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الكتاب الرقمي يعني كيف هو الإقبال على هكذا فعليات هذا الموضوع بجوزيحنا حكينا في مؤتمر مؤخرا مؤتمر لأمانة أمان جمعية المكتبات نعم فكانت من التوصيات لهذا الموضوع بأنه تكثيف الموضوع الفعاليات والمبادرات اللي بتشجع الطلاب لزيارة المكتب ولا نحن لما نيجي بنعمل نشاط أو نعمل مبادرة أو معرض بنلاقي إقبال جيد نعم بنتفائل بهذا الشي لكن سرعان من العجلة تعود إلى هناك لازل يجب أن يكون هناك تكاتف بين مؤسسات ووزارات ومراكس ثقافية للتشجيع لهذا الموضوع بشكل يعني تيم واحد مش فكرة وتنتهي هل أنا بقوم بفكرة أو زميلي بقوم بفكرة معينة بيجي نشاط حضور كويس لكن سرعان ما نعود إلى مواقعنا من حيث التدني مؤشر القراءة والعودة أو زيارة المكتبات أنا اللي بشوفه من لحيث الطلاب أنه لما ندعي نعمل نشاط ونلاقي حضور ملفت نعم جيد لكن ترجع موضوع الزيارات إلا بإذنت معين أو بمبادرة معينة لكن التصرف الطبيعة والاعتهادي للطفل لا المؤشر سلمي مش زي ما نتخير لكن بشوف أن المبادرات إلها وقع والمعارض إلها وقع لكن أنا بجوزة أحكي العجلة تحتاج إلى جهد كبير من البداية لكن إذا سارت تحتاج إلى جهد قليل لكن أنا أقول إذا تكاتفنا وعملنا زخم بهذه النشاطات والفعاليات ممكن أن يكون الأمور مؤشر يعني السنويا كم جامعات ترتبوا معهم بهذا المبادرة نجابت جميع المحافظات هلأ إحنا بنغير الموضوع المبادرات ترى إلنا هداءات باستمرار المدارس إحنا جزء ما في مدرسة قدمت إلا نالت على أقل حد خمسين خمسمائة كتبات يعني مدرسة تطلب أم أنتم يسقم على المدرسة إحنا قبل فترة وجهنا كتب لمزارة تربية التعليم بأن المدارس اللي عندها نقص في مكتباتها مع الأمين عمان أوصى بأنه دعم هذه المدارس فنسبونا المدارس المدارس خطبتنا بكتب أنه واحد ثلاث هنبي حاجة فجميع المدارس أخذت حصتها من هذه الكتب هم يزورون دارة المكتبات ويحصل على النسب التي تخصر لهم أم أنتم تقومون بنقل هذه الكتب لا نحن نحدد حسب المدرسة هي ابتدائية نحدد الفئة العمرية ننتقي كتب تناسب هذه الفئة العمرية لمكتبات هذه المدارس والثانوية تكون طبعا كتب مختلفة شوي لكن لا يوجد مدرسة طلبة إلا ونالت حصتها وقل حد ثلاثمائة أو خمسمائة كتاب نعم الجامعات أيضا مشمولة بأنه تعطى حصص من هذا الجامعات أحيانا هم بيكونوا عندهم كفاية بهذا موضوع الكتب والمكتبات الجامعات الجيدة لكن نحن نكون في معارض نقدمها داخل هذه الجامعات قدمنا معارض كانت تحصي الجامعات أربع ألاف كتاب يعني كل جامعة شاركنا معها حتى جامعة الطفيلة جامعة المؤتاء جميع جامعات زرناها ليست العاصمة فقط لا لا طبعا من ضمن برنامج المحافظات نعم نخصصنا لكل جامعة أربع ألاف كتاب جميل يعني أنا من خلال طلعي على نشاط دارة المكتبات أجد هناك تقاطعات أو هكذا أرى في بعض النشاطات بينكم وبين المكتب الوطني الأردني دارة المكتبات هي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وأيضا المكتب الوطني مؤسسة تابعة للدولة لكن أنتم تابعون إلى أمانة عمان الكبرى وهم تابعون إلى وزارة الثقافة هناك كأنه هناك تشابك هناك تقاطع بين المكتب لا بتصور لا تقاطع لماذا؟ لأن المكتب الوطني هي مكتبة على كل المملكة وهي ذاكرة الوطن ومخطوطات وصور وتسجيلات لهذه الدولة وتاريخ الأردن ووالآخره هي تتعلق بموضوع ذاكرة الوطن ومكتبة تقوم بإعطاء رقم إيداع لكل ناشر يحاول ينشر كتابه أو يريد أن ينشر كتابه أمانة عمان لا نحن نحكي محصورين ضمن العاصمة لكن إنها نشاطات أخرى خارج هذا البطار لكن أمانة أيضا تعطي رقم إيداع لا نحن نأخذ رقم إيداع من المكتب الوطني لا ننشر إلا فقط فقط المكتب الوطني هي المختصة بإعطاء رقم إيداع فقط نحن زينا زي أي دار نشر أخرى إذا بدنا نطبع لازم هو نجح أو نخاطب مكتبة الوطنية نأخذ رقم إيداع لهذا المنشور فهلما المكتب الوطنية رقعتها أكبر وتخصصية بموضوع ذاكرة الوطنية نعم أنا أحيانا يعني خلال متابعتي مع المكتب الوطنية وأخونا العزيز دكتور نبال عياصر ربما يعني حقيقة فاعل وناشط في هذه الساحة ما شاء الله أيضا لديهم مبادرات القراءة توزيع كتب يعني لذلك نجد هذا هذا التشاري طبعا لهم نشاطات لهم نشاطات على سبيل الإداء يعني من خلال موقعهم إلهم نشاطات وتوقيع كتب وعني ما شاء الله المكتب الزاخرة بالنشاطات يعني فهذا ممكن يتشابه النشاط مع نشاط لكن ما في يعني هي نشاطة حكيت لك رقعتها أوسع وهي متخصصة بذاكرة الوطن نعم جميل بالنسبة للأمسيات يعني المكتب الوطنية تقوم بأمسيات يعني نعم دائرة المكتبات أيضا تقوم بهذا نعم نستضيف كتاب ونعمل حفلات توقيع كتب وجوز إحنا عملنا ثمن حفلات توقيع كتب بمعرض أمان دولي ضمن جناح أمان تعمان الكبرى نعم بدعم أمان تعمان داخل هذا المعرض فقط في فترة المعارض أم في فترة الأخرى لا فيه في جوز إحنا استضفنا كتاب كثير وعلى الصعيد المحلي والخارجي وكان لهم يعني توقيع كتب بمركز الحسين أو بالمكتبات وشهار لروايات عديدة كان في داخل نهداء زوار هؤلاء الكتاب بنسخ من حصة أمان تعمان الكبرى لهذا الكاتب نعم الأماكن التي تخصص لتوقيع الكتاب غير معرض معرض أمان الكتاب بالنسبة لدائرة المكتبات يعني هل ممكن تخصص في الجامعات أو أماكن أخرى المواقع التي تنفيها عرض الكتب توقيع كتبنا لا نحن نكون أحيانا أغلب مرافقنا نعم نحن نحاول مرافق الأمان نعم نحن نحاول نعمل تعزيز لمرافقنا في هذا الموقع ومن حيث الكتاب اللي احنا كتبنا له فإما بيكون بمكتباتنا أو بيكون بمراكزنا الثقافية أو بساحاتنا أو بنشاطات معينة زي معرض الكتاب نعم داخل جناح أمان تعم جميل جميل بالتوفيق إن شاء الله أتمنى لك التوفيق والنجاح والنشاط الأكثر لدائرة المكتبات آمين ومزيد من التنييز آمين شكرا لك وشكرا لك الضفة الجميلة ولقناة الرافدين لكل مشاهدين شكرا لك أهلا ومسهل أهلا ومسهل دائرة المكتبات العامة في أمانة أمان الكبرى شكرا لك أهلا ومسهل أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة